السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنصور الدورة تاعتنا زي ما انت شايفين كده. النهاردة يا جماعة اليوم الستة وعشرين له. يمكن بقى لكم حلقة كده ما كنتش نزلت ولا كنت رقمت فالنهاردة ان شاء الله يا جماعة النهاردة يعتبر اليوم الستة وعشرين. يعني ما شاء الله الفراغ دي هتعتبر كده سبق سنة. آآ طبعا في ناس هتقول لا الفراغ ده اكبر من كده. لا فعلا يا جماعة والله هم عمرهم بالزبط ستة وعشرين يوم. علشان بس ما لاقيش حد كده يخشي لبكومنت حلو كده. يقول لي لا الفراغ ده عمرها كزا. لا هي فعلا يعني يمكن انتو لو انتو حسبتم آآ اول يوم خالص. الناس اللي هي ماشية معي وجابت آآ ممكن ترجع ورا كده. وتشوف الفراغ عمري يوم كانت متسجلة في يوم كام او آآ بترخ كام. هي هتعرف النهاردة الفراغ ده عمري كام. انا بقول لكم الكلام ده لا لان كده بلاقي بسم الله ما شاء الله كم واحدة حلوة كده تخشي لبكومنت حلو وتقول لي لا الفراغ دي هت عمرها اكبر من كده. تمام? عشان بس نبقى متفكين كده في البداية. آآ النهاردة جماعة ما شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. انا عارفة ان الفراغ بسم الله ان شاء الله ماشي حلو. ومشاء الله ماشي يعني يعتبر زي الفل. في الناس برضو جايبة معي وقالتها مش هيما انا ماشي معاك والفراغ ما شاء الله عليها ماشي معايا زي السلوخ. ربنا يا برك يا رب لكل واحد في رزقه وفي ماله بازن الله. آآ النهاردة بقى ان شاء الله كده يعني يعتبر بسم الله ما شاء الله انا عندي الديوك كلتا عرفة بان يعني البان عندي اديك من البربرة. شايفين? في برابر كده مع دي اهيت. يعني تبص تلاقي البربرة تعرفت والديوك بسم الله ما شاء الله اللي عارف بان في وشها وتحس كده ان الفراف ما شاء الله يعني بان على الصح. ليه بقى? ده يا جماعة من قطر الخلطات اللي احنا بنحطها وبرضو انا ما بنساش الفتامينات داشا اساسي والاملاح. يمكن حتى لو انتم لاحظتم اخر حاجة اللي انا كنت حطها لهم في الازلزة قدامكم ما هي كتاملاح وفتامينات. آآ ان شاء الله برضو هارجع اجيب تاني الازلزة فضة اي نعم بس هارجع اجيب تاني لان لازم اماشي الدورة آآ ومش اقطع عنا الاملاح والفتامينات علشان ما يحصلش عندي لافتراس ولا يحصل عندي بقى الفرح يبقى طالع من صغره مسلا يعني آآ ممكن يعني ايه بص لأي اكل بعضه بقى افترس بعضه يشد فرش بعضه او رش بتاعه من سقط كده لأ انا في غنى عن المشاكل دو كلتي فعلشان كده الاملاح يا جماعة والفتامينات ده شاء اساسي للفرح. شايفين الفرح الحلو اللي بيبس في الكاميرا دوت ده بسم الله من شاء الله فرح حلو او ده انا سيبه بقى ايه للفرح كده يكسر آآ احنا كلاتنا طبعا يعني عارفين الكل الوصفات اللي احنا بنعملها دي ما شاء الله لها سحر يا جماعة لها سحر في زيادة الوزن وهي دي يمكن آآ اللي مخليها الفرح بسم الله من شاء الله تفور معي والنهاردة برضو انا عاملة وصفة كويسة جدا آآ الوصفة ديت فيها كم مكان كده ببعض بس دائما افضل واحسن الوصفات اللي انت ممكن تعملها للفرح هتكبر معاك الفرح بسرعة وتخلي الفرح بسم الله من شاء الله يكبر معاك بدري ويبان معا الصحة ويبان عليه قصد الصحة تمام واخدوا بالكم الفرح يا جماعة اللي بيبقى متأسس من صغره ده بسم الله من شاء الله بيباد معاك بدري يعني انت بتبقي آآ الكسبانة في كل الحلات ممكن في ناس تعمل ايه الوصفة مرة آآ وتسكت وترجع تعمل وتقول الوصفات ما بتجيبش معايا نتيجة لأ تحاول اللي انت دايما على طول تدوم عليه مفيش حاجة يا جماعة يعني من اول مرة بتجيب معاك نتيجة قطعت الكلام ده كلاته ومشيتي يضبك كده على شوات المية والعرف ان ارميه من الفرح وانزل لأ ده مش هينفع الفرح اولا مش هيمشي معاك آآ كويس والنمو بتاعه اصلا هيبقى ضعيف كمان خد بالك انما الحاجات اللي احنا بنعملها دي ده بتزود النمو بترفع مناعة الفرح بتخلي الفرح ما شاء الله يجي معاك يوم وبيومين وتفكرني يا جماعة الغد دلوقتي علشان بس ايه ده بالنسبة بقى للناس اللي عايزة تربي تربية صحيحة وعايز الفرح يبض معها بدري انا فعلا بقول لكم على التجربة اللي انا دايما بعمل ده فعلا انا بمشي فرح على كده والناس اللي عايزة تستفيد ممكن تستفيد من الكلام اللي انا بقوله والناس اللي عايزة برضو ايه يعني تسمع وترمو ورا ايه ورا دهره اه برضو برا حكم فيعتبر انا ايه باعرفكم كل خطوة انا بعملها علشان يبقى معاك تلبيت فراخ ما شاء الله نجحة كويسة جدا بازن الله جمع بعض الدورة ديت ان شاء الله هقطر في الكمية شوية يعني هقبر الوضع شوية بعد ما كنت مثلا بجيب حوالي ستين فرخة او سبعين فرخة لان شاء الله هنضعف الكمية آآ كلما بتضعف الكمية كلما يعني بسم الله ما شاء الله يعني ده بيبقى احسن حتى انت ممكن آآ تبيع منهم والتخلي الباقي آآ برضو يعتبر ايه اللي باتك يعني ان شاء الله جماعة انا عند الضفعة اللي انت شايفينها ديت ده معظمها برابر وانا زاك نفس مبسوطة ان هي طلع معظمها برابر ليه لانا اللي بحتاج البرابر في البيض آآ انا عند الدفعة بقى اللي فاتت اللي هي الشامورة اللي ما بصوروكو ديت ده بقى يعتبر هقولوكو طلعت الاتربعة وديوك مش هتسدق انا دلوقتي بتبح منها يعني عشان تكونوا عارفين دي انا بتسلى عليها الايام دي في الديوك علشان ما يحصلش افتراس والديوك تفتراس بعضي فده افضل حاجة انا مبسوطة ان الدفعة ديت ما اطلعش فعلا ديوك قليلة يعني لان ان شاء الله جماعة الدفعة ديت بلده مش عار فده اللي انا حبالي البادي يعني فتعالوا بقى كده يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم ولا محطش لهايكات يحطوا لهايكات كتير للفيديو ويلا بنا نشوف الوصفة بتاعتي ما ابدأ ايا كده يا جماعة الوصفة بتاعت النهاردة انا غالية حلبة طبعا كلاتنا عارفين ان الحلبة لها يعني اعتبر اقوى حافز للفراخ في النمو بتاع الفرخ وفي زيادة الوزن وفي زيادة البد كمان عشان تكونوا عارفين لان الخلطة ديت انا بعملها يا جماعة للفراخ انه بتضيد دي اقوى خلطة منكم تعملها للزيادة البد عندك ده انا حطت عليهم علاقتين عسل هوت على النص كوبات الحلبة اللي ان حطتها ديت على هون كده معلقتين عسل وعلى فكرة انه هزود الحلبة يعني استنوا عليها شوية يعني ايه محدش قول نتحطك كمية ده كلتها على النص كوبات الحلبة لأ هزودها شوي تعالوا بقى كده نشوفها نحط ايه بقى دي يا جماعة طحينة لو انت شايفينها دي ده طحينة الطحنة دي بقى نزل معلقة كبيرة اوه الكفاية علىها كده ده يعتبر معلقة كبيرة الطحنة ديت بتبقى بدل السمسم. احنا دايما كنا نقول ايه نحط السمسم للفرخ عشان السمسم حلو يعني في الزيت نمو وبيخلي الفرخة ما شاء الله يشيل معاك وزن وفيها مصر كويسة كتير. لأ انا بحط الطحانة. ايه ده بقى الخميرة. الخميرة بقى على الحلب دي لها سحرة رهيب جدا لوحيدة في الزيت الوزن. يبقى انا حطت كم مكون وكل مكون من دولت بسم الله ما شاء الله يخلي الفرخة تصبح تاني يوم تبصت لايه كده ما شاء الله يعني يعني هقولك ايه تحس ان هو كده يعني الوزن بتاعه زاد مرة ونص هندوبهم كده ببعض. الخلطة دي يا جماعة نصحة مني. فعلا بجد والله مرتين في الاسبوع. ما تعملاش اقل من اقل من مرتين في الاسبوع. ده فعلا لو انت عايز الفراخ تكبر معك بسرعة وعايز الفراخ النمو بتاعي يكبر بطريقة فضيع. ده طبعا كده يا جماعة انا خدت نص الكمية ان شاء الله هعملها الفراخ تانية. ونص الكمية ديت انا حطتها دلوقتي للفراخ اللي انتو شايفينها قدامك دي. تمام? يعني انا لما باجي اعملها بعملها اللي عندي. ممكن بعملها الفراخ البيضة. ممكن بعملها للبط. ممكن بعملها الفراخ البلدي. ممكن اعملها للحمام كماني. ده بسم الله من شاء الله. يعني هي اعتبر اه سحر الوحيد. ده كده انا هتطلب مع المياه لاننا عايزة الفراخ يشرب منها ويستفاد منه. آآ برضو ممكن نعملها نقلبها على العلف. هتبقى كويس. ده بقى كده يا جماعة العلف بتاع الفراخ. ده لسه علف بادي بحطه للفراخ. بس انا كان عندي شوية حت بتاع رز كده. حت. عارفين حت الرز? لما بتجي تبيضة كده وبتلع حت نعم. بحط لهم بقلبولهم على العلف. ده بقى جميل جدا. ده بيزود حجم الفرخ معك. خيل الفرخ بسم الله ما شاء الله يكبر معك بسرعة. ده كده بقى هنحط لهم العلف بتاعهم. يهوت. ونزب بقى الفراخ تاكل وانحط لهم المية بالعسل بالخميرة بال آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه بكل الحاجات اللي انت شوفتها معي ديت. الفرخ بقى مشاء الله يشرب منها تخلي الفراخ عندك. يعني هتصبح تاني يوم تبص تلاقي الفرخ بسم الله مشاكل ال hello. في فرق كبير جدا. هتبس تلاقي الفرق بان على صح. تلاقي الفرقة بسم الله مشاكل الله يجبر معك. بيبان عليك الزيادة. ده كده بقى. هنسيبهم بقى زي ما انتم شايفين كده في القوضة طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة القوضة واسعة. يعني القوضة يعتبر بسم الله مشاكل الله وسع جدا. آآ الفرخ كل ما بيتواسعيله كل ما يجبر معاك. يعني ايه وتحس بقى يعني الايام ده كده. الايام الجو حلو. آآ طول النهار الجو بيبقى شمس الفرخ بيبقى بسم الله مشاء الله يعني بيبقى نصها شمس ونصها ضل. آآ طبعا المكان لما بيبقى في شمس يا جماعة ده بفرق كتير جدا مع الفرخ. تبقى القضاة صحية. تبقى هواء صحة والفرخ كمان تبصت لايه يعني ما شاء الله بان على الصحة. آآ يعني نقول بقى لا في مسلا آآ عكعكة بارهم ولا لا بص تلاقي كده الارضية نشفة تحت منهم النشارة. تحس ان هي نشفة كده حتى لو فيه فضلات ولا حاجة الشمس بتطهر المكان وبتنشف المكان تحتوه. طبعا ده يا جماعة ده بالنهار. اللي انا بقول لكم ده كلاته بالنهار. اما بالليل بقى يعني نص عصر كده ما بحس الجو بقى يبدأ ان هو يبرد. لان طبعا ان شاء طبيعي الجو بيبرد بالليل. بقى ام دخلهم في قلب العشة بتاعتهم. وبقى في العلوم وبوصل لهم اللانتا بتاعتهم. طبعا يا جماعة الفراخ بسم الله من شاء الله العدد بتاعه كل مدى يعني ايه? الفرخ بيزيد معاك. فهتحس ان الفرخ بقى النفس بتاعه بدأ يضف بعضه. فبدل ما كنت انا بقيد اللي هي مت وط لأ هنعمل لهم النواسة اللي هي اللاربعين. ده هتبقى حلوة لهم او زي الفل ومن جهة بقى هنوفر الكهرباء. ومن جهة يعني ايه? تانية وكون الاضاءة الشديدة ديت ده ممكن تجيب صهد بقى للفرخ وممكن يتعمل الفرخ معي. تمام? يبقى الافضل ان انا اعمل النواسة اللي هي اللاربعين وط دي هتخل وزي الفل دلوقتي وان شاء الله استنونا برضو في الايام الجاية هيبقى في خلطات يعني زي الفل. اتحداك لو الفرخ دوت ما بدش عالتها تشهر ونص وبكرة ان شاء الله هنفكر بعضا. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. السلام عليكم.